على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة دخلت الملاحة البحرية دائرة التصعيد لتضع الحركة التجارية الدولية في دوامة قلق أمني على خلفية التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي باستهداف سفن المرتبطة بإسرائيل وتلك التي تعمل لصالحها استجابة لهذه التهديدات ولتأمين الملاحة البحرية الدولية لا سيما في مياه الخليج أطلقت البحرية الأمريكية دوريات أمنية مكثفة لضمان مرور سفن البضاع وناقلات النفط بأمان في هذه المنطقة حيث أرسلت واشنطن حاملة طائرات أيزنهور إلى مياه الخليج لضمان حرية الملاحة ودعم متطلبات القيادة الأمريكية المركزية في أنحاء المنطقة ويرافق حاملة الطائرات طراد الصواريخ الموجهة إلى جانب مدمرتي صواريخ موجهة وفرقاتة تأتي التحركات الأمريكية بعد أن احتجز مسلحون ناقلة محملة بحمط الفسفوريك في خليج عدن حيث قال مسؤول عسكري أمريكي أن مسلحين اعترضوا ناقلة نفط ترفع العالم الليبيري مرتبطة بشركة إسرائيلية تحمل اسم أم سنترل بارك في حين قالت الشركة التي تمتلك السفينة أن مسلحين هددوا بمهاجمة السفينة إذا لم تحول مسارها باتجاههم وذلك قبل أن تتمكن البحرية الأمريكية من حمايتها ومنع احتجازها حيث أعلن البنتاجون فيما بعد أن المسلحين هم قراصنة صوماليون وليسوا من جماعة الحوثي الاحتجاز أو محاولات الاختطاف التي تكررت في الأونة الأخيرة عدها خبرو أمنيون امتدادا لما حدث قرب السواحل اليمنية عندما قامت جماعة الحوثي باحتجاز السفينة غالكسي ليدر في البحر الأحمر قضلا عن احتجاز سفينة أخرى كانت ترفع علم مالطة بداعي تعاملها التجاري مع إسرائيل وبينما قالت إيران أن القوانين الدولية تتيح لها حق تفتيش السفن التي تمر عبر مضيق هرمز في إطار حماية أمنها القومي أعلن الحوثيون أن سفنة الإسرائيلية لن تكون آمنة لدى مرورها قرب السواحل اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن الأمر الذي وصفه دبلوماسيون عاملون في الشرق الأوسط بأنه إشارات تصعيدية على صلة بالحرب في غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر